مرحبا بكم من الناس الكل في فيديو جديد وفي رسائت جديدة كما قاعدين تراو اليوم عملنا حويجة بنينة عالخر عملنا قطو شوكولات باش نعملو بطريقة سهلة عالخر كخيم بنينة واقتصادية باش نعملو في المقلة باش نعمل الجنواز متاعنا في المقلة مش في الفور كما قاعدين تراو فيها اكتكستور تايارة تذوب في الفم بنينة سهلة وفيسع فيسع تحضر اللي ما تنجحلوش الجنواز في الفور ولا ما عندوش فور باهي مثلا يعمل كيكة المقلة هذي حاجة سهلة عالاخر وبنينة عالاخر واقتصادية لكخيمتاحا مش مكلفة حتى طرفيان باهي اول حاجة باش نبداو فيها كما قلنا الجنواز متاعنا عندي مية وعشرين جرام سكر مية وعشرين جرام زيت مية وخمسين جرام حليب ثلاثة عظمات ساشي خميرة وساشي سكر فاني مغرفتين تعميك لكاكاو ميتين وخمسين جرام فارينة ورشة ملح هوني اخديت بومتاع يغورتا فارغة باش نقيس بها هكيك الحاجة هذي لقيس سهل معانتها نجمو نسكر اللي تقيسو بيه كما قاعدين تراو هوني حاتيت واحدة سكر ووتلص يعني بومتاع يغورتا عبيتو بالسكر ووتلص اليغورتا نجمو حتها تعملو ويغورتا وشتار العظم والسكر والسكر فاني اركضتهم بعضهم توا الزيت اركضتهم حتى لبيض الخاليط الزيت باش نعبي البوذيكا وكيف كيف باش نزيد التلص معانتها التلص البومتا يعني القياس نورمال مو يكون واضح بالقدير اللي ما عندهوش ميزان واللي ما عندهوش القياسة ذاكا متاع السوائل الطريقة هذي سهلة عالاخر اركضنا الزيت طوى الحليب كيف كيف باش نعاود نقيسو بالبول الفارغة هذيكا متاع اليغورتا قصنا واحدة مليانة وشتار يعني الحليب واحدة وشتار الملأة الملح السكر والزيت واحدة ووتلص بنركزوهم ليحم لي حتى يلجينس الخليط الكل هوني عنا الفارينة والخميرة والكاكاو هما اللي باش نكملوهم طوى تبعوا معايا توا تشوفوني حتيت اربع قياسات باليغورتا هذيكا الفارغة يعني قصت اه كاتبو ولا الكاكاو زوز مغارف متاع ماكلة وصاشيت الخميرة هذيكا فيها 13 جرام لقياسهم الملومو اكثر من هكا ما نجمش نزيد معناتها بالنسبة الفارينة الميزان متاحة 250 جرام اللي عنده ميزان يسهل على روحه بالطريقة هذيك هوني ركضت الفارينة والكاكاو والخميرة اللي حتيتهم وتوا باش نكمل نزيد الكعبة الاخرانية وباش نركضها بالفوي هكي كانت تحصل على التكستور متاع البات متاعنا تكون متوسطة ميشي جيري او ميشي خاثرة برشة بالطريقة هذي تنجحنا الجنواز متاعنا خصوص ان كي تبدأ في المقلة ما يزموش تكون الخليط عاقد برش توا بعد ما خلطتها باش نخليها ترتاح كاية خمسة دقايق مدام حذرت المقلة اللي باش نطيب فيها ارتحت شوية سيها كاش بتاع وتخلطت باش نوريك ما التكستور متاحة خديت هوني ارى ثلاثة صحافي تاخدوا اي صحفة عندكم المهم الخليط هذيك باش تقسموه على ثلاثة صحاف يكونوا قد قد باش كعبت الجنواز بتاعنا خطر احنا باش نطيبوهم في المقلة بالكعبة 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 يجاوونا كيف كيف نفس القياس القليم تاعنا هذا القاعم تاعو هذيك كيمواريتكم 22 سانتي باش نغتيه بس حن خطر انا ما عنديش لغطان بتاعو حتيتو على الغاز غاز متوسطة النار ماهيش ناقصة عن لخر وماهيش قوية عن لخر ادهنتو بشوية زيد وصبيت فيه الخليط وبيش نغتيه بس حن ونخليه حكاية من ثمانية العشرة دقائق هاو كا طول عليه وشوفو كي تراها من فوق ولات شيح عن لخر هكيكا معنتها راهي طابت نحركو لاجنب نتيحها هكيكا وبش نحطها في سحن ونكمل نطيب الكعبتين الاخرين ريتو طريقة ناجحة عن لخر وسهلة في نفس الوقت هذو من الكعبتهم بتاعنا الثلاثة سي حذروا حتيتهم بس حن بش نغتيهم بمنجلة ونخليهم يبردوا على راحتهم مدم انا حذرت لك خيم متاعنا OY طريقة سهلة كيما واضح عنوه هوني الكريم شنتيه بش نعملكريم شنتيه بالدانيت وبالشوكولات يعني الجو متاحة شوكولاتا بريسة distinctive متاحة بش تبينا كيما الموزو شوكولاتا بالضبط هوني القيس بش نكوننا واضحة اكثر الكريم شنتيه تنجمو واتقيسو بكعبة الدانيت هذيكا وتفرغوها وتقيسو بيها اربع كريم شنتيه وثلاثة حلي letzt Park 구 trad in بعد تزيدوهم الدانيت هذيك و تزيدوهم زوز طويب ع شوكولاتة ذوكم انا مزوبتهم مع خمسة مغارف حليب و خليتها لين بردوا بالقدر بالقدر و ازدتهم مع الخامم بتاعنا باش نعود لكم اختيت اربعة بكعبة الدانيت هذيك بعد ما فرغتها كريم شونتية و تزيدوها ثلاثة حليب و كعبة الدانيت كان حسيتوها جاتك معاقدة اكثر معانتها اكثر من هكاية تنجمو تزيدو شوية حليب حتى اشتر كعب ولا حتى كعبة كاملة المهم تكون التكستور متاحة كما هكاية خطر انواع الكريم شونتية فما برشا و ما نعرش اني هلمانتها اللي بشتشروها و كيفاش بشتجيكم اني قطلت لكم قصة ثلاثة بكعبة الياغورة ثلاثة حليب اما تنجمو اذا تجيكم عاقدة شوية تنجمو تزيدوها و زوزتوها بع شوكولاتة عليهم اربعة خمسة مغارف حليب كما تحبو تذوبوهم و تخليهم يبردو هوني اول كعبة خذيتها قصتها بسيخ سوا ذاكا 20 سانتي خطر هو كبرو و قصيت الزيت كما قاعدين تراو في التكستور متاع الباتمتانة جيت نجحة عالاخر تقولش عليها جنواز طايبة في الفور حاسيلو اكا التكستور تايارة تريع عالاخر اه شوشا ما عنكم ما تقولو فيها حاجة بالرغم اللي هي طايبة في المقلة ميناجحة بل كدير بل كدير انا عليش عملت القلية كبرو 22 سانتي بشي قدو لي اكتر في منا و منا لحرافون قصم خطرين المول متاعي 20 بالطريقة هذي كي تبدو مقصوصا بعديكا القطور جينا مستوية بل كدير خذيت الكارتون متاعي هذي كبرو حكاية 24 سانتي و لاي 24 و 26 مهم انا حبيتها تكون اكبر شاي حكاية 26 حتيت شوية كخيم ملوطة حتيت الجنواز متاعنا خذيت هوني شوية نسكة فيه ماء و نسكة فيه و سكر طيبتهم بعضهم و بيش نسقي بهم يزيدوا يبنونا القطوم متاعنا خاطر القهوة مع الشوكولات جي حاجة طيارة عالاخر اسقيتها مليح مليح بالنسبة للكخيم حتيتها في البوش هكاية تساعدني بالكدير بيش نجم يعني انحطها يعني بش تجيني خد منظيفة في ولا تنجموا تحطوا بالتبيعة بالمغرف اما بش تسهلو الارويح كمراهو البوش يعاون بالكدير بالكدير كما قاعدين تراو كخيم سهلة عالاخر تكستور متاحها طيارة و بنينة كزوز تويبع شوكولات لنحطوهم مع الكخيم شونتيرا و يعطونا قوء و تكستور كما الموس و شوكولات بالضبط الجنواز كما ريتوني طيبتها في المقلة مكونيتها بساط عالاخر وسهلين قطو كما قاعدين تراو سهل عالاخر الكعبة هذية كي جيت نهز فيها تفاتفتتلي حبيت نوري هيكم هوكا قصيت لها لحراف متاحة و بش نهزها بش شوي بشوي و نحطها في السيقسو و بش نحطها في الوسط بالتبيعة بما انها هي تقسمتلي حتيتها في الوسط بش تتغطى من الفوق و من اللوتها بالكخيم بالكدير و ما تقلقينش معتها مش كي ما نحطها من الفوق مبعدي كتخلي لي القاتو جيني معاوش المهم هو كواريت هيل كمو حتيتها اسقيتها كل عادة بالقهوة و بش نكمل ادغساج متاعنا مرة نحط جنواز و مرة كخيم حتى اللي نكملوها نجمو تعملو كخيم وبوغت نجمو تعملو كخيم موسلين تنجمو تعملو اي كخيم تحبو تعملوها ماذا بيكم تكون شوكولات البات بمأنها شوكولات ماذا بينا الكخيم شوكولات بش تجي لقو مويتها بعضها توا هوني بش نحط الكوش الاخرانية كيف كيف و نكمل نسقيها كالعادة و نحط لها الكخيم حاسيلو جيت قطو بنينها على الاخر تكسيرها طيارة تضوب في الفم خلوها ترتاح بالقديم في الفرجيدير لإلي الله محمد رسول الله اللي اول مرة ارا الفيديو متاعي ماذا بيكين تعملو لي ابونا وتفعلك الجرس بش وصلو فيديو ويتو الكل كيما قاعدين تراو ديما نوضح المقادير بالقدين حاول ننقيص بحاجات موجودة عند الناس الكل كيما قصلكم اليوم بكعبة الياغورت نحاول نعتيكم لقيسات مضبوطة نحاول نسهللكم الطريقة في الخدمة تود غساج متاعنا بريسكو الكل كملتو غتيتها بالسلوفان حتيتها ارتحت في الفرجيدير نجم تحطوها حتى ساعة ساعة ونصف في الكونجيلاتور ولا تحطوها في الفرجيدير لوتا كيما تاو فيا بسكينا هكي كحالي تلها الحرف بيش نجم من ناحية سيخصون بتاعنا تشوقوا عذاك القطوة مستوية تعمل ستة وستين كيف ما تستحقش حتى بزيدو تستوها اكثر تنجمو تخليوها حتى هكي وتنجمو بتبع تغتيلها الى جنيب بتاحها كيما بيش نعمل اينا او كديما نحاول نعملكم حاجات تقدر تعملها الناس الكل ورا وصفة نجحة عن الاخر في المقلة ما تقولوش في المقلة ما تجيش طيارة الجنواز راهي بنينة عن الاخر وتوا دي جاء انا في اول الفيديو وريتم كيفاش نقص فيها تذوب في الفم وتوا كيف كيف في اللخر توا نزيدو نوريكم نجحة نجحة بالقدار بالتبعه اللي عنده فور يحب يعمل جنواز راهي تمشي عن الاخر الوصفة هذي جنواز يعني الكخيم وكل شاي جي معاها قطو بنينة واللي حب في المقلة كيما عملت انا اجي راهي طيارة عن الاخر هوني الكخيم اللي قعدتلي حاطيتها في اللجنيب وباش نستوها بالتبعه باش نعملو قطو مزيين قطو عبارة شيرين وحاضر مالي باتسرغي وليلا محمد رسول الله هالقطو هذة تنجمو تعملوه في اي مناسبة تحبو حتى رسعام راهي تنجحة اللي اخرجو شوكولات بنينة ومحبوبة عند الناس كل نجمو تعملوها في غوي ساكت نجمو تعملوها شوكولات نجمو تعملوها اللي تحبو بش شوية بش شوية نبقى ونسفو فيها كيكة حتى نكملوها هوني عندي شوكولات خذيت ثلاثة وابع خذيت عليهم اربع مغارف متع ماكلة زيت حتيت عليهم ستة مغارف متع ماكلة احليب وذوبتهم وبعضهم وخليتهم بردو مش بردو على الاخر مثلا حاتيتهم في الجدالة قاعدو دافين شوية وبش نزاين باهم القاتو بتاعنا من الفوق حاتيت في البوشة ذيكا البوشة ذيكا مسكر من اللوطة حاتيت فيهم بعض قصيتو دوبة شوية هكا بالمقص هوني من اللوو الفي بيلي انا حالية الفيديو كل عادي نسيتو ماني نقصو نرجع نقصو نرجع ننسيه بديت نحط في الشوكولات موريت هالكمش هاوكا بريسكا خلطنا خلوت معنتها تحاولو تهبتو لجنيب هكيكا بالطريقة هذيكا يهبتو يعتو منظر مزيين ومن فوق نستويها هكا بالمغارفة ونحركوها نخذوها هكا شوية بش زيت استوي اكثر وما تقعدش بلايس بلايس ريتو هكي نقصد فيها هكا تولينا قطو مزيينة تعمل ستة ستين كين فليك خيم كالعادة اللي قاعدو حاتيتم هوني في البوش خديت بوش هدو هذيكا اي نوع عندكم دوي مش بشارتي هي كما هيدا بش متبقاوش تشريو برشا انواع اللي عندو هكا حتى كعبة ولا كعبتين يحطهم في البوش ويعمل اي زينة كما ريتوني من اللولا عملت كعبات مقابلين بعضهم يعني اربع كعباتهم بعض بديتن زيت بشوية بشوية بشتجيني هكي كمستويه كملت الف وقانية اللي قاعد اللي حبيتو نحطو من اللوتة هكي كزي دي يعطي منظر مزيين برشا ومن فوق بش نزيد نحط لهم شوية كعبرة كالشوكولاد وكم تنوري هونكم موجودين في الفكر فور في عزيزة في اي بلاسة لصومهم مش غالي ذا اللي حكيت خمسة اشني مية لباكو بش نزيد نحطو هكا من فوق يعطينا منظر مزيين على اللخر وكي ما قاعدين ترى وقتو المقلة الطريقة سهلة الكخيم سهلة والزينة كيف كيف سهلة حاجة بدينا على اللخر حاجة مزينا على اللخر تفرح الناس لكل وطريقتها سهلة كي ما قدتو الكاميرا وتنجم وتخدموها الكيك يعني الجنواس نجم وتخدموها من قبل بنهار وتلفوها في منديلة تحطوها في ساشية ولا في سلوفان نستحفظوا بها والنهار اللي من بعده تعملوا الكخيم شونتية وتزينوا تخليها ترتاح في الفريجيدير ومن بعد تقصوها وتاكلوها صحة وبشفيرة هي سهلة على اللخر والله هي سهلة بالقدير بالقدير شوية وسعبية وكهو الحاسيلو هيدا المنظر النهائي بتاعنا التاكستور اللي بنينا المنظر المزيه معنا ما نقولو فيه راهي بنينا بنينا على اللخر دي ما نقول لكم راه وقو شوكولاتة عملوه وعني كمام غمضة ما خطرو بنين معروف ما نتابنين ونسكول نحبوه الحاسيلو ان شاء الله تكون عجبتكم التاريقة ان شاء الله تكون عجبتكم الخدمة متاعي ان شاء الله نكون واضحة بالقدير في الفيديو ومبقى لكين بيش نقولكم اكل لابوني واكل جيم واكل الكومنتر المزيين وتفعلوا الجرس بيش يوصلكم كل جديدي وباي باي بس لما الناس لكل في فيديو جديد وفي رسيات جديدة وديما نودكم بالحاجة اللي بنينا والسهلة والاقتصادية والمكونات الواضحة اشتركوا في القناة